تعال نروح لموضوع تاني وانا ارى موضوع مهم الخبر اللي اتنشر حول احمد الطنطاوي احمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق احمد الطنطاوي اللي كان مفترض انه سوف يكون مرشحا او كان مرشحا محتملا لرئاسة الجمهورية وبالطبع لم يصبح مرشح ومدخلش السباق الرئاسي لانه بمنتهى البساطة زور ومن هنا كان حكم المحكمة النهاردة ومبدئيا احمد الطنطاوي حر غير مقيد الحرية موجود بقى في بيتهم موجود في مكتبه موجود في بقى بيت العيلة زي ما هو حابب تمام وله كل الحق في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية كيفما يحددها القانون المصري في اجراءات التقاضي يعني يكمل يا عنده نقضه وعنده حاجته تفضل بس السؤال المهم برضو حتى لا يغفل المواطن بخطبات المراهقة السياسية والحماقة السياسية التي ارتكبها الطنطاوي شفت انا قلتلك ايه بقى؟ الحماقة اللي ارتكبها الطنطاوي فهذا مصطلح لا يعاقب عليه القانون طب ليه لا يعاقب عليه القانون؟ عشان اللي عمله الطنطاوي حماقة سياسية ومراهقة زي ما الكتاب قال اللي هي ايه؟ هو في حد في الدنيا في حد في الدنيا يطلع يبلغ عن نفسه وهو عامل فعل غير قانوني يعني واحد طلع على شبكات التواصل الاجتماعي كلها صوت وصورة فيديوهات يقول احنا هنعمل توكيلات شعبية طب يا ابو حميد يا سيادة النائب السابق يا أستاذ أحمد يا أخ أحمد هو حضرتك كان ممكن بمنتهى البساطة تجيب محامي لسه متخرج مبارح طازة أخضر محامي لسه مرحش يتضرب عند الأستاذة غادة عادل في مسلسل حالة خاصة تقوله هو في حاجة اسمها أشجع المواطنين على تحرير توكيلات شعبية هيقولك يا هاري سويد دي جريم التزوير اوع تروح لنفس المحامي اللي لسه أخضر متخرج طازة تقوله طب أنا طبعت التوكيلات الشعبية وطلعت على كل شبكات التواصل الاجتماعي صوت والصورة بقول للناس يا جماعة احنا هنعمل التوكيلات الشعبية وحضراتكو هتمضوا عليها وهنروح وهنتقدم بيها والحركة ها 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 ونحن وبتاع هيقولك يا نهر اسود ده انت بتبلغ عن نفسك هذا فعل احمق يا احمد ما حدش بيعمل كده في الدنيا يعني ايه حد يروح يبدأ في طباعة وتداول محرر متعلق بالعملية الانتخابية الرئاسية دون ان يذهب لاتخاذ الموافقة الرسمية من السلطات المعنية يعني ايه بيتعامل ده في انه بلد ولا في انه جمهورية ولا مملكة ولا سلطنة ولا امارة مفيش ما اسمعناش ندور ما اللقيش فيصبح هو متفرد في هذا الفعل ويظن ان تلك هي الزعامة وتلك هي الثورية وتلك هي السياسة انا استطيع ان انور دي ما اسمعناش منورات سياسية دي اسمها الحماقة السياسية لا يرتكبها الا مراهق سياسي مراهق ثوري ثم يورط معاه 22 شاب يورط معاه تيجي تقول لي لا هم كانوا عارفين وهم مؤمنين بالقضية لا يا فندم ارجع للتحقيقات مع ال22 شاب اللي متهمين مع تنطاول هو اللي قالوهم هو اللي وجههم هو اللي ادى لهم هذا الامر او هذا النصح او هذا التوجيه او هذه التعليمة شوف انت عايز تسميها ازاي وشوف تنطاوي نفسه يسميها بايه المهم انه ورط 22 بني ادم مواطن مصري انه هم يروحوا يعملوا التوكلات ويطبعوها ويوزعوها ويروجوا ليها ويشجعو المواطن على التوقيع عليها طب انا زيدك من الشعر بيت بقى انت عارف ان المواطن اللي وقع على دي يحاسب انت بتكلم على عملية انتخابات لرئاسة الجمهورية مش هقولك بقى وفي مصر يا سيدي في اي دولة ده المواطن ده يحاسب ولو عاوز بقى تفعل الدرجات القصب بالمناسبة ده التنطاوي الحكم اللي صدر ضده صدر باعتباره جنحة مش جناية عشان كده هي سنة مع ايقاف التنفيذ او غرامة خمس تلاف جنيه ايهما فهو اتحكم عليه حتى مش بيلاد اتحكم عليه سنة مع ايقاف التنفيذ ولزال لدي الحق الكامل والفرصة الكاملة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاستمرار التقاضي وهو لزال حرا في بيتهم والتنين وعشرين شاب احرار في بيتهم فلا مزايدة ولا تزيد حتى في الكلام واستخدام المصطلحات الرنانة انهم يرودون حرمانه من الترشح للانتخابات انتخابات ايه ده راجل مش عارف الف به اجراءات قانونية للانتخابات عايز ينزل يبقى رئيس جمهورية ينهر ابيض ده مش حقيق يا جماعة ازاي ده ولا جمهورية بورينجا تسمح بحاجة زي كده فاكرين مملكة بورينجا التي تعلن الحرب على محلات الكشري في الفيلم بتاع فريد شوقي وفقد المهندس رحمة الله عليهم هو بالزبط حتى سلطانة بورينجا التي اعلنت الحرب على محلات الكشري في الفيلم لن تسمح بذلك مفيش قانون وضعي موجود في اي دولة تسمح بكده فربنا اديله الصحة ويخش يتفضل يتقدم بالاجراءات الخاصة باستمرار التقاضي في هذه القضية لانه وبالمناسبة والله العظيم ده مخفف لانه ممكن جدا كان يتم احالتها لانها تصبح جناية وفي حالة الجناية ممكن توصل عقوبة بها لخمستاشر سنة ده كده تم استخدام الرأفة وحكم ايقاف تنفيذ واول درجة يعني لو بعد كده ايه بس هنقول ايه والله العظيم حاجة غريبة يعني هبط على الشارع السياسي بالبراشوت ليمارس الحماقات السياسية والمراهقات حقيقي يعني اشتركوا في القناة